خليني هاخدك على مقطع مهم جدا متعلق بمسألة الأخذ في الاعتبار وفي الحسبان تقدر تقول هنا إيه بقى المعايير الاجتماعية أو الأوضاع الاجتماعية والمالية والاقتصادية اللي مش بس طول الوقت خضع لمسألة آه هو فيه أزمة في العالم وآه كل الدول اللي في العالم رفعت أسعار كل شيء كل شيء على الإطلاق يعني ومش هقول لك نفس الخبر اللي حضرتك أكيد حفظته وعارفه إنه أمريكا سعر البنزين فيها بقى خمسة دولار أنا مش بقول لك كده وبالمناسبة ولما هقول لك كده ده مش معناها إنه مصر هيبقى سعر البنزين فيها خمسة دولار لا كويس وبالمناسبة الرئيس هو بيتكلم في النقطة دي قال لما بتحصل زيادة إحنا مرغمين عليها بسبب زيادة أسعار برميل البترول إحنا بنراعي البعد الاجتماعي حتى في الكهرباء إحنا أجلنا الزيادة بتاعتها للمرة التالتة تعالى نسمع الرئيس نصا قال إيه إحنا حرسين على إن إحنا نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة أنا حولكم على حاجة يعني الكهرباء أنتوا مش خدتوا قرار بأن أنتوا ما تزاودوا هاش مش كده يعني الدكتور مصطفى كنت بنتكلم في موضوع التسعير الكهرباء وقلنا إيه تبقى لتالت مرة تالت مرة نأجل البرنامج لزروف عشان ما يبقاش حملة على الناس مع الوضع في الاعتبر أنا بتكلم على 17 مليون مشترك مش كده ولا 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من 8 الطاقة أنا مش بقول كده أن الدولة يعني بيتمنى على شعبها لكن بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخلي فطورة الأعباء على الناس ما أمكن ما أمكن مناسبة بقول تاني لما كنا البرنامج بتاع القهرباء لتالت مرة نأجله المرة دي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي مع الوضع في الاعتبار إن تكلفة إنتاج الطاقة بتاعة القهرباء زادت نتيجة برضو إيه ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الإنتاج القهرباء 8 و 4 5 4 مرات أكتب أربع مرات أقولك الناس هتسيب كل الكلام ده ومسألة المعيار الاجتماعي والأوضاع وإن إحنا بنراعي البعد الاجتماعي هيسيبوا كل ده خد بالك بقى على السوشيال ميديا والعيل بتاعة الإخوان بقى إيه باللجانهم المستترة دي لو إيه ما يحبش دايما يقولك إنه إخوان ما بيحطش العلمة بتاعة الرابعة ما بيلبسش فانيلا صفرة وكل الهقص بتاعهم ده هيقولك غاز هو أنت مش بتقولوا عندكم اكتفاء ذاتي من الغاز يعني إحنا بناخد الغاز عشان نوديه محطات الكهرباء يعني ببلاش فأنتو عايزين ترفعوا علينا سعر الكهرباء اللي الغاز بتاعها ببلاش طبعا ده كلام واحد ملعبش حتى بنك الحظ في حياته يعني دعايل اللي يقولك كده دعايل أهبل أهبل ليه لأنه اقتصاديات الدول لا تدار بهذا الشكل يعني جو إن أنت فاكر نفسك قاعد على فرشة خضار فطالما أنا زرعها في البيت فأنا ممكن أبيعها ببلاش حبيبي هو الغاز ده عشان أطلعهم من البحر مش ليه تكلفة آه طيب أنت عايزي أديهولك بسعر التكلفة يعني أدخله على شركة الكهرباء بسعر تكلفته أكبر خطأ لا تبقى كارثة طي لو عملت كده أولا مش بس هتستنفذ المخزون بتاع الغاز هو المخزون كبير ربنا يبارك ولسه فيه أزياد بإذن الله مش بس من حقل ظهر لا ده فيه أكتر من كده المسألة إنه أنت كده بتخسر الدول الدولة في هذه الحال بتتعامل مع الشركات الكهرباء باعتبارها الشركات فأنا بدي لك الغاز بسعر وبصدر قد يقوم بسعر أعلى شوية حلو؟ قالوا الكلام؟ ليه؟ لضمان الاستدامة إن أنا أفضل طول الوقت بشتعل عشان أعرف كمان أصرف لك على هذا المخزون بتاع الغاز أقدر أطلعه وأقدر أسيله وأقدر أصدره وأقدر أدخلك عملة صعبة وبسطك فجو الإخوان اللي هو تحس إنه أقعد على فرش الجرجير ده مع احترامي وتأديري لكل أصحاب فرش الخضار لأنهما ناس شقيانة وقاعدة في الشمس لكن الإخواني الهدف إنه لما يجي يقولك الكلام ده إنه يحاول كلوقتي يشككك بش حاجة ببلاش في الدنيا بالمناسبة يعني يا راجل طيب وهو ليس تصوفا النفس اللي طالع وخارج منك ده مش ببلاش لأنك لازم تشكر عليه رب العزة طيب